بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين العمل الاقتصادي بمعنى اهتمام الإنسان بالعمل في المجال الاقتصادي وعلى وجه الخصوص التجارة أن يكون الإنسان تاجرا يصدر يستورد يفتح شركات يبيع يشتري هذا العمل له آثار مهمة جداً على شخصية الإنسان على مستوى الإنسان ولذلك أكدت عليه الأخبار والروايات وهذه الأخبار والروايات لم تحب للإنسان ترك مثل هذا العمل حتى لو كان الإنسان ثرياً إلى درجة كبرى يعني لو لم يكن محتاجاً للمال لا في حياته هو ولا في حياة أبنائه ولا في حياة الجيل الذي يأتي بعد أبنائه وعادة الإنسان إذا أراد أن يفكر في البناء الاقتصادي لنفسه يعني في بناء حياته الاقتصادية يفكر لحياته هو ثم لحياة أبنائه وإذا طال الأمر والتسع فيفكر أيضاً لحياة أحفاده هذا في الغالب لو أن الإنسان بلغ هذه الرتبة من المكنة الاقتصادية وأكثر أيضاً الروايات كرهت له ترك العمل التجاري لما للعمل التجاري من أثر كبير على شخصية الإنسان لكن أين يتركز الأثر على شخصية الإنسان يعني الاهتمام بالتجارة له أثر على شخصية الإنسان لكن أين يتركز ذلك التأثير على جسمه مثلاً أم على عقله أم على روحه أم على حياته المعيشية أم على حياته الزوجية والأسرية مثلاً أين يتركز ذلك التأثير في المنطوق الرواي يعني الروايات عندما أكدت على الاهتمام بهذا البرنامج الاقتصادي بهذا العمل الاقتصادي طيب عندما ركزت الآيات أو الروايات الشريفة على هذا الأمر وحثت الإنسان على الاهتمام بهذا الدور بيّنت لنا أن لهذا الدور أثر كبير جداً على شيء في حياة الإنسان ما هو على عقله والآن أقرأ لكم الروايات المعتبرة في هذا المقام ونتأمل فيها بالمقدار الذي يسعه أو تسعه هذه الفرصة الإنسان إذا أصبح تاجراً ما الذي يتطور عنده؟ ما الذي ينمو عنده؟ ينمو عقله وإذا ترك التجارة خيف عليه من ضعف العقلي لماذا؟ لأن التجارة تخلي الإنسان دائماً يفكر دائماً يبدع كيف يحافظ على أمواله كيف يوسع أمواله كيف يبحث عن الفرص المناسبة التي يمكن أن توفر له مثلاً صفقات تجارية جيدة كيف يمكن أن يروج هذه السلعة؟ كيف يمكن أن يفتح فرص أكبر من هذه الفرص؟ كيف يمكن أن يستغل الفرص الكذائية؟ وما إلى ذلك عقله دائماً ينشغل يكون في حركة وفي نشاط لهذا تحصل عقلية الإنسان التأجر عقلية نشطة عقلية متحركة عقلية مبدعة طبعاً أكدت مجالات يمكن أن تنمي عقل الإنسان العمل الفكري ينشط عقل الإنسان يعني الاهتمام بالعلم والبحث والمعرفة والإبداع العلمي والابتكار العلمي طبعاً هذا أيضاً ينشط عقل الإنسان وله آثار كبرى حتى على روحية الإنسان على شخصية الاجتماعية ويمكن أن يكون أيضاً طريقاً جيداً للوفرة الاقتصادية أيضاً العمل الفكري والعلمي طبعاً له آثار كثير من الأمور له آثار الاجتماعية كل شيء له آثار الروايات تؤكد هنا على التجارة ويمكن للإنسان أن يهتم بأبعاد متعددة يهتم بالجانب الفكري مثلاً والعلمي وفي نفس الوقت يكون له حضور في مجال التجارة حضور في مجال الاقتصاد من جانب يوسع على نفسه يوسع على عياله لكن من جانب آخر ماذا أيضاً يحرق طاقته العقلية لاحظوا الروايات عندنا مجموعة من الروايات نحاول أن نقرأ بعضها بعض هذه الروايات صحيحة السند لا كلام فيها بعضها فيها إشكال بسيط من حيث السند ولكن هذا الإشكال لا يضر لماذا؟ لأنها مجبورة بالروايات الصحيحة لأنها تتكلم عن الأمر نفسه في نفس السياقة فلا يضرنا لو كانت هناك خدشة بسيطة في بعض هذه الروايات ما دام بعض هذه الروايات صحيحة السند والمنطوق تقريباً يعني بعض الأحيان متطابق أو متقارب يعني مثلاً لاحظوا لاحظوا هذه الرواية هذه الرواية صحيحة السند ونلاحظ الرواية الثانية الأولى يرويها شيخ الكليني محمد بن يعقوب رحمة الله عليه الثقة الجليل يرويها عن من؟ عن علي بن إبراهيم الثقة الجليل عن أبيه وهو إبراهيم بن هاشم القمي الذي سبق الكلام مفصلاً عنه سابقاً والذي قلنا في شأنه أنه ثقة على الأصح بل جليل القدر أيضاً عن ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير ثقة الجليل عن حماد بن عثمان أيضاً ثقة جليل فهذه الرواية رواية صحيحة السند وإن كان جملة من العلماء يعبرون عنها بالحسنة بلحاظ إبراهيم بن هاشم القمي لأنهم يعتبرونه ممدوحاً ولا يعتبرونه موثقة ثقة فلهذا يقولون بحسنها ولا يقولون بصحتها وبعض يقول حسنة أو صحيحة هكذا يعبرون عنها حسنة أو صحيحة كما أمر علينا سابقاً لأن هناك من يقول بحسنها هناك من يقول بصحتها والصحة أصح هنا في المقام عن أبي عبد الله لحظوا الرواية فهذه الرواية صحيحة السند وعلى كل حال حتى لو كانت حسنة من حيث السند فهي تكون في دائرة الروايات المعتبرة ويمكن العمل بها عن أبي عبد الله عليه السلام قال لحظوا ماذا يقول الإمام كلمة مختصرة من عبارة مختصرة من أربع كلمات قال ترك التجارة ينقص العقل ترك التجارة ينقص العقل لحظوا هذا الرواية الأولى وهي الصحيحة أخذت الجانب السلبي أن الإنسان الذي يترك التجارة هذا يؤدي إلى نقصان عقله وسنعود إليها شوفوا الرواية الثانية الرواية الثانية عدة من أصحابنا يعني يروي الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا وفيهم الثقة الجليل هؤلاء كما سبق الكلام عن أحمد بن محمد وهنا أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعر القمي الثقة الجليل عن ابن فضال وهو علي بن الحسن بن فضال ثقة جليل سبق أن تكلمنا عنه مفصلا طيب وقلنا بسببه إما أن تكون الرواية صحيحة بناء على رجوعه عن الفطحية في آخر حياته أو أن تكون موثقة وعلى كل حال كانت صحيحة موثقة فهي في مكان من الاعتبار عن ابن أبي بوكير وهو عبد الله ابن بوكير ابن أعين أيضا ثقة جليل لحظه هنا قال عن من حدثه؟ ما معلوم من الذي حدث؟ ابن بوكير بناء على ذلك الرواية تكون ضعيفة ما أنه احتمال أن يكون الذي حدث ابن بوكير رجل ثقة جليل طيب لكن هذا الاحتمال ما يمكن الاعتماد عليه لأن قد يكون الذي حدث عبد الله بن بوكير ضعيف ولهذا تكون الرواية بناء على ذلك ضعيفة لكن مع ذلك نعمل بها لماذا؟ لأن منطوقها متقارب لأنها في النتيجة المعنوية في المعنى متطابقة مع الرواية السابقة ولهذا الصحيحة الأولى تجبر هذه الطعيفة لكن الصحيحة الأولى كانت في السياق السلبي هذه في السياق الإيجابي تلك بيّنت آثار ترك التجارة هذه بيّنت آثار الاهتمام بالتجارة يعني أخذت الجهة الإيجابية تلك ماذا قالت يقول الإمام الصادق عليه السلام ترك التجارة ينقص العقل هذه ماذا تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قاله التجارة تزيد في العقل الرواية الأولى تقول أن الإنسان الذي يترك التجارة عقله ينقص الرواية الثانية تقول الإنسان الذي يعمل في التجارة عقله يزيد ما معنى ذلك والقضية واضحة أن الإنسان الذي يعمل في التجارة سوف يضطر لتحريك عقله حتى يكسب حتى يربح حتى يتوسع تجاريا وما دام هو مهتم بالعمل التجاري عقله سيكون يقضا ويتحرك باستمرار ولهذا ينمو العقل العقل كيف ينمو؟ بتنشيطه بتحريكه بإعطائه مجال للتفكير والإبداع ينمو العقل ينمو أما إذا العقل لم يجد مجالا للحركة والنشاط لم يكن مضطرا لذلك إنسان عنده إمكاناته فرأى أن يجلس في داره وأن يكتفي بالجلوس في الدواوين وعلى رؤوس الطرق وأن يذهب مثلا في رحلات للصيد يعيش حالة من السكون هذا شيئا فشيئا ويترك التجارة هذا شيئا فشيئا لن يجد نفسه مضطرا لتحريك عقله لماذا يفكر؟ لماذا يبدأ إمكاناته موجودة؟ هذا مع الزمن ستجده قد تراجع من الحيث العقلي شوف مستوى في التفكير مستوى في الإبداع طعيف ما عنده يقضى عقلية يتراجع للوراء أما الثاني الثاني بالعقس عقله يتحرك ويستمر ويزداد إبداعه قلت هذا في كل المجالات هذا مثل الإنسان العالم المفكر الفقيه الفيلسوف وغير ذلك إذا كان مستمرا في البحث شوف عقله دائما يقض متحرك ومبدع إذا رأى نفسه قد وصل إلى مرحلة واكتفى إلى هنا كافي بعد زمن تجلس معه تجده إنسان متوقف عقليا ما عنده إبداع ما عنده تصورات جديدة ما عنده نشاط فكري يتراجع للوراء بعكس الثاني ولهذا لو تستشير تاجرا وتستشير إنسان متوقف انظر إلى الإبداع في المشورة التي يقدمها ذلك التاجر والأبعاد والآفاق التي يقدمها لك وانظر للإحباط والخمول الذي يقود إليه ذلك الثاني لاحظوا تركها ينقص العاقل الاهتمام بها يزيد بالعاقل أيضا لاحظوا الرواية عن أبي عبد الـ عن الكليني عن علي بن إبراهيم خلينا نقرأ الرواية الثانية هذه أولا قد يكون فيها يعني تأكيد على المطلب الذي ذكرته لاحظوا الرواية يرويها الشيخ الكوليني عن أحمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عبد الجه عن فضيل الأعوار قال شهدت معاذ ابن كثير وقال لأبي عبد الله رجل اسمه معاذ ابن كثير يقول الإمام كلمة قال لحظة لحظة الكلمة قال إني قد أيسرت أنا صرت الآن متمكن اقتصاديا فأدعوا التجارة وإن كان هنا ما يعني ما في علامة استفهام لكن يبدو أن أن هذه العبارة عبارة عن سؤال كأنما قال إني قد أيسرت فأدعوا التجارة يعني هل أدعوا التجارة لأني أصبحت الآن ثريا بعد ما في داعي أن أتعب نفسي في هذا المجال أو أن تكون عبارة غير استفهامية إني قد أيسرت فأدعوا التجارة بس الظاهر أنها عبارة استفهامية إني قد أيسرت فأدعوا التجارة لاحظوا الإمام ماذا قال فقال عليه الصلاة والسلام إنك إن فعلت قل عقلك مع أنك متمكن اقتصاديا لكن إياك إن تركت التجارة تراجع مستوى التفكير تراجع مستواك العقلي خلك تاجر لأن هذه حرك المواهب العقلية عندك لاحظ أيضا الثاني هذا محمد بن يحياء العطار يعني كلين يروي عن العطار عن أحمد بن محمد بن عيسان علي بن الحكام عن أبي الفرج القمي عن معاذ بياع الأكسية من الوقت انتهم أريد أقف عنده السند وقلت يكفينا صحة الروايات السابقة فإنها تجبر ضعف بقية الروايات قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا معاذ أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها أشوفكم توقف يعني عن العمل التجاري وأنت كنت من التجار المعروفين ها قلت ما ضعفت عنها وما زهدت فيها ما زالت عندي هذه الرغبة قال فما لك إذن ليش متوقف عن التجارة هو يقول أن أنا أشوف تجارة جميلة ويعني ودي أجمع أكثر أيضا نشاط جيد ولكن نتوقف هو فالإمام يقول إذن ليش أنت متوقف قلت كنا ننتظر أمرا وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس لأحد علي شيء ولا أراني آكله حتى الموت عندي أموال كثيرة وما أحد يطلبني ما علي ديون وهذه الأموال ما تنتهي عندي فيها زيادة حتى الموت لو أقل منها وأنا جالس ما رايح تنتهي فما في داعي يروح تعمل نفسي في التجارة فقال تركتها أفوان فقال تتركها فإن تركها مذهبة للعاقل الإمام يقول له تتركها تترك التجارة فإن تركها مذهبة للعاقل إسعى على عيالك وإياك أن يكون هم السعاة عليك عفوان وإياك أن يكون هم السعاة عليك لا تخلي أولادك هم اللي يتعبوا على أساس ينفقون عليك أنت أنفق عليهم لكن إياك أن تتركها ترى إن تركتها ذهب عقلك الحديث تتم إن شاء الله نأتي بحلقة قادمة صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطائرين